تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية قائد الفريق الملكي تابع سباق فتاح الموسم التأهلي للقدرة لمسافة 80 كم وقد حظي السباق بمشاركة كبيرة وواسعة من قبل مختلف فرسان الاستبلات المحلية إضافة إلى مشاركة وجوه شابة وبمناسبة انطلاق أولى سباقات الموسم المحلي للقدرة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سباق افتتاح الموسم جاء قويا في جميع مراحله وما زاد من قوته مشاركة نخبة من فرسان المملكة والذي ساهم في إعطاء السباق طابعا فنيا قويا خاصا بعد أن شهد منافسة عالية مشيرا إلى أن السباق كان قويا مع انطلاقته في المرحلة الأولى التي شهدت اندفاعا وسرعة من غالبية الفرسان الذين ساهموا في إشعال فتيل الإثارة للسباق وتهيئة الأجوال ليكون سريعا مع انطلاقته وأعرب سموه عن سعادته بدخول العديد من الوجوه الشابة من الفرسان في السباقات وهو الأمر الذي يؤكد أن سباقات القدرة في المملكة قادرة على إنتاج فرسان سيتمكنون من مواصلة مسيرة التقدم لرياضة القدرة والتي حققت العديد من الإنجازات في السنوات الماضية مشيرا إلى أن الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أعدى ومن سنوات طويلة خطة لإدخال الوجوه الشابة في سباقات القدرة وهو الآن يجني ثمار هذه الخطة الطموحة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد أن المشاركة الواسعة من قبل الفرسان ساهمت في خلق أجواء من المنافسة القوية والمثيرة وجميع الفرسان أكدوا النواية التنافسية لهذا الموسم من خلال وجود الفرسان المتميزين إلى جانب قوة الجياد التي شاركت بها في منافسات السباق مشيرا إلى أن الفريق الملكي قام بإشراك العديد من الجياد في هذا السباق والهدف تأهيل الجياد للمشاركة في السباقات المقبلة وأضاف سموه أن السباقات المقبلة ستكون فيها المنافسة القوية من قبل الاستبلات وهذا حق مشروع فالجميع يسعى إلى التتويج بالألقاب في منافسات رياضة القدرة في المملكة وتتويج جهدهم بتحقيق المراكز المتقدمة وأعرب سموه عن ارتياحه من النتيجة التي حققها الفرسان المشاركون في سباق افتتاح الموسم مشيرا إلى أن نوايا الاستبلات كانت مواصلة التمايز والفوز بأفضل النتائج إلى جنب تتويج جهودهم بتحقيق أفضل النتائج ترجمة نانسي قنقر نتوقع منهم الكلزين إن شاء الله ونتوقع منهم أداء مميزة الموسم ومنافسة عها بين الفرسان والاستبلات وخاصة نتمنى التوفيق للاستبلات الباقية وخاصة في الجوائز الجاية إن شاء الله في مسابقات بطولات الأهالي يعني نحن القصد الأول والأخير نحن نحمس الناس ونحفزهم المشاركة وهذه رياضة يعني مكلفة وما في شك أن نحن لازم بعد ندعم للأستبلات ونساعدهم في دافع مثل هذه السباقات